صباح الفل والسعادة صباح النصر والقوة والصحة وكل شيء جميل أهلا بكم في برنامجكم حضرت وطن النهاردة حب في بداية أذكر مشاهدينا بذكرى الخالدة اللي دايما بنفتكرها كل عام ودايما في قلوبنا ذكرى انتصار أكتوبر 47 هذه الذكرى لابد أن يتعلم منها الشباب لتصبح ذكرى خالدة يتعلم منها الشباب مدى التضحيات الذي قدمها جيل أكتوبر ليمحوا أثار الهزيمة يعني هذه الذكرى الجميلة دايما كل سنة بنفتكرها ولازم كلنا نتعلم منها حكا كويسة قوي كان في مشهد جميل جدا جدا لاستقبال الشعب المصري لهؤلاء الأبطال بعد عودتهم من الجبهة بالورود وبالتكريمات الجميلة ويعني تهاتف كبير جدا 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 زي ما قالوا دولة مين دولة مين دولة عساكر مصريين دولة العزة ودولة القوة دولة المجد دولة اللي بيهدوا كل العزة في سبيلنا احنا وفي تضحيتنا احنا كان في مشهد اللي هو اللي استقبلوهم الشعب المصريين مش عارفة جاهز دلوقتي يا شباب تمام طيب النهاردة حلقتنا مختلفة جدا معانا هنستكمد ان شاء الله النهاردة الجزء التاني لحلقة الطب اللي احنا عملناها الشهر اللي فات عن حدثنا عن مشاكل الاسنان وطرق الوقاية نهاردة هنتكلم عن زراعة الاسنان بكل التفصيل مع الدكتور محمد صابر اخصائي الزراعة وجراحة الفم والاسنان تسمحولي نطلع لفاصل بس قبل ما نطلع لفاصل احب اعزي مخرجنا الجميل الاستاذ والد عمارة اللي وفات شقيقته الف رحمة النور عليها ربنا يتولها برحمته وربنا يملي قلبه والصبر ويصبرنا على كل فرأة الاحبة هنتلع لفاصل ونكمل حلقتنا خليكم معانا ورجعنا لكم تاني ومعانا دلوقتي دكتور محمد صابر اخصائي جراحة الفم والاسنان اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرت ومنورنا لحلقة المرة التانية ده شرف لاي النهاردة بقى هنتكلم في حاجة جديدة غير الحلقة اللي فاتت عن زراعة الاسنان بداية كده مفهوم زراعة الاسنان طيب خلينا بس نقول ونتفق ان زراعة الاسنان دي هي حاجة جديدة ولا حاجة بقالها فترة طويلة لان بعض المرضى بتتخوف من الحاجات الجديدة من التكنولوجيا في بعض المرضى وبعض المرضى بتتجه للتكنولوجيا تمام طيب الزراعة دي يمكن انا برضو هفاجئك وهفاجئ الناس ان الزراعة دي اول منشور علمي اتكتب فيه كلام علمي عن عمليات زراعة الاعضاء كان 1913 يعني من حوالي مثلا 100 سنة ولا حاجة تمام في المنشور ده اتكلموا فيه عن عمليات زراعة الاسنان تمام وبدأت الابحاث والتطورات تمام كده ويمكن انا معايا صورة لشكل الزراعة وقتها في الحالة دي لو نزلت مثلا بعد شوية دي حاجة بدأ التطور يحصل في عمليات زراعة الاسنان لحد 1950 دي عالم سويدي اسمه برينا مارك البرنا مارك ده كان بيعمل ابحاث على عمليات التأم الجروح يعني كان بيشوف الجرح بيلتأم ازاي على بعض الارانب كان بيحط شرايح ومصامير تمام وكان بييجي بعد فترة يشيل الشرايح والمصامير الشرايح والمصامير دي كانت معمولة من مادة اسمه تايتينيوم تمام كده اكتشف بعد فترة وهو بيشيل الشرايح والمصامير دي ان الشرايح ملتصقة التصاق تام بالعضم فمعرفش يشيلها طيب على عكس قبل كده كانت المصامير او الزراعات معمولة من مادة اسمه ستاليس استيل فكانت ما بتلتقمش بدرجة كبيرة في العطل تمام كده المهم برينا مارك لما اكتشف ان التايتينيوم بيلتصق التصاق كامل بالعطل فبدأ يعمل ابحاث وتطورات حد ما وصل سنة 1965 لاجراء اول عملية زراعة اسنان لمريض سويدي 1965 من 1965 لحد وقتنا هذا كانت في عملية زراعة اسنان بس بدأنا نطور في شكل الزرعة احنا بنسمي مجازاً مصمار طبي تسهيلاً على الناس تمام كده ازاي الزرعة انا بحطها جوه الليسة طب هو انا هعمل عملية وهفتح في الليسة ولا هحطها من غير جراحة ده اولاً ده تاريخ زراعة الاسنان تمام كده طيب هي الزرعة دي عبارة عن ايه انا بقول الزرعة عبارة عن ايه الزرعة دي جزء تعويدي للسنة او الدرسة اللي انا فقدته طب الدرسة او السنة ده بيتكون من جزئين جزء داخلي جوه الليسة تمام كده اللي هو الجدر وجزء خارجي اللي هو التاج اللي هو الكراون الزرعة بتعوض الجزئين دول فالزرعة بتبقى عبارة عن مصمار طبي اللي هو من مادة التايتينيوم ده جوه الليسة تمام كده بركب عليه الجزء الخارجي اللي هو التاج طيب هي بتتعامل ازاي او الزرعة دي انا بحطها ازاي وليه اختاروا التايتينيوم ايش ميمة التايتينيوم بالذات التايتينيوم بالذات المادة دي بالذات لقوا ان هي متوافقة مع انسجة الجسم الجسم ما بيرفضهاش بتلتحم التحام قوي بعضم الفك فبيعمل حاجة اسمها oseo integration oseo integration يعني التحام الزرعة بالعدم طيب الزرعة اللي هي من مادة التايتينيوم خلايا عضم الفك بتتعرف عليها كإنها عضم فخلينا نقول كده بتجري عليها تمسك فيها وده برضو بيساعد على شكل الزرعة وهي معمولة من ايه وفي حاجة اسمها سريتز برضو هنشوف شكل الزرعة معانا على الصور السريتز دي اللي خلايا العظم تتمسك فيها ده اولا يبقى انا حطيت الزرعة جوه العظم تمام استنيت عليها ثلاث شهور على ما تمسك في عظم الفك وبعد كده ركبت عليها الجزء الخارجي اللي هو الكراون اللي هو التاجي ده باختصار شديد عملية الزرعة الموضوع بسيط مش سهل ام سوري مش صعب ما بياخدش وقت في العيادة بحق نتبنج عليها موضوع سهل جدا يبتختلف طبعا عن التركيب لان سعرها ويعني سعرها مكلف جدا عن التركيبات لو حبينا مثلا نقول الفرق بين الزرعة والتركيبات خلينا اقول برضو في نقطة انا كمريض خلعت سنتي او درسي ريفل الدكتور عايز اركب السنتي او درسي دي انا اسيب نفسي للدكتور الدكتور اللي بيقرر لي افضل حاجة انا اعملها لان مش كل الناس بتعمل زراعة مش كل الناس بتعمل تركيبات يبقى هي الفكرة ان الدكتور هو اللي بيقيم الحالة دي مناسب لها الزراعة او لا مع ان ان في برضو تطور بيقول ان كل الحالات بتزرع وفي استثناءات بسيطة ما بتزرعش اولا الزراعة زي ما قلنا من شوية مصمار طبي بيتحط جوه عظم الفك بعد ثلاث شهور بركب عليه الجزء الخارجي اللي هو تاجي انا عوضت السنة اللي انا خلعتها بس ما قربتش للسنان المجاورة او الدروس المجاورة محتكتش بيومه تماما وده يمكن بيدي ميزة للزرعة ان انا ما ببردش في السنان التانية بسيبها بطبيعتها طب هي فيها قلم يعني او خطيرة لموضوع عمالية زراعة الاسناء لأ انا لسهل لحضرتك من شوية موضوع سهل جدا بحقنة البنجة عن دي كاني رايح يعني تفرق يعني هي اسهل من التركيب والحشو بصي حضرتك برضو يمكن احنا لسه متطرقناش لفكرة الفرق بين الزراعة والتركيبات التركيبات ده مجال كتير دي عايزة حلقة لوحدها بس اختصارا كده الزراعة احنا قلناها عبارة عن ايه التركيبات فيه نوعين فيه حاجة اسمها تركيبات متحركة وتركيبات سابتة التركيبات المتحركة دي عبارة عن ايه ان انا خلعت درس بروح للدكتور بياخد لي مياز بيعمل لي درس اقدر اشيله او اركبه تمام دايب بيبقى سهل معا التركيبات السابتة ودي بتبقى معمولة من مادة البرسلين او الزركون او الايماكس التركيبات السابتة دي برضو عبارة عن ايه انا خلعت درس او سنة عايزة اركب مكان الدرس ده التركيبات سابتة بياجي على الدرس اللي قبل الدرس المخلوع والدرس اللي بعد الدرس المخلوع ببردهم وبرضو يمكن برضو احنا معنا صور للحاجات دي عشان نشرح بصورة ايه ابسط شوية ببرد الدرس اللي قبل الدرس المخلوع والدرس اللي بعد الدرس المخلوع واركب عليه حاجة اسمها تربيش يمام التربيش دي على الدرس تربوش على الدرس اللي قبل الدرس المخلوع وتربوش على الدرس اللي بعد الدرس المخلوع وفي النص الدرس المخلوع بيبقى حاجة اسمها كبري تمام دي التركيبة السبتة طب برضو اللي يقيم سأقوم بعمل تركيبة ثابتة أو زراعة تقييم الدكتور للحالة يعني هناك شيء يسمى كيس سيليكشن يعني هي كيس سيليكشن يعني أنا أختار الحالة والأنسب لها إيه بعمل الصور على الشاشة هي دكتور؟ ممكن أن تكون تشاهدنا دي شكل الزرعة، يعني المصمار الداخلي ده الجزء الخارجي اللي هو شيء يسمى الأباطمنت اللي أنا بركب عليه الكراون أو التاج الخارجي والتاج الخارجي أو الكراون أو التربوش اللي بره ده بيبقى بنقول معمول يا إما من زركن يا إما من برسيلين وبيفضل طبعاً الزركن لأن شافافيته بتبقى أعلى تمام كده؟ تمام طيب لو جينا بقى قلنا زراعة الأسنان ليه سنه معين؟ علمياً بتبقى عند سنة 18 سنة تمام كده؟ ده تربوش؟ دي صورة مبسطة بتقولي الزرعة مقارنة بالسنة الطبيعية يعني إزاي ما قلت لحضراتك المصمار الطبي اللي هو من التايتينيوم اللي موجود في العظم جوه يوضهيه الناحية الثانية شكل الجدر شكل الجدر اللي أنا بعمل عنه عملية استعاضة الجزء الخارجي من الزرعة اللي هو الأباطمنت تمام كده؟ والجزء اللي بره اللي هو التربوش يعني ده زي إيه؟ مقارنة بالسنة الطبيعية والزرعة تمام جداً يا دكتور السن السن علمياً بقول عند سنة 18 سنة تمام؟ ليه 18 سنة؟ عشان بيحصل في السن ده اكتمال للعظم بصورة كبيرة تمام كده؟ دي حاجة طيب في حاجة مهمة هو لو حد عنده مثلاً 60 سنة أقدر أعمله الزرعة وانت لسة عيه للسن 18 سنة عند سنة 60 سنة آه أنا أقدر أعمل زرعة بس بشتراطات هنتكلم عليها بقى برضو مع بعضنا طب إيه الحالات اللي يصعب معاها زرعة الأسنان؟ خلينا أقول برضو حاجة لسة قلناها في الأول إحنا بنعمل زرعة الأسنان لأي مريض بس بحتياطات تمام؟ في حالات آه أنا ما بقدرش أعمل فيها عمليات زرعة الأسنان لمريض السكر الان كونترول يعني إيه مريض سكر عنده مشاكل في السكر بس مش قادر يتحكم فيه السكر مش مظبوط في مشاكل في السكر في جرعة العلاج تمام كده؟ بيجي مريض في العيادة يقول لي يا دكتور أنا زبطت سكري والدنيا طيب ما عايز أزرع بقى طب عملت تحليل يقول لي آه أنا عملت تحليل الصايم والفتر وكله تمام ما فيش مشكلة هنا بقى النقطة لما بقرر أعمل زراعة المريض سكر بأعمل حاجة اسمه سكر التراكومي السكر التراكومي ده بيبقى عبارة عن رقم رقم يعني إيه رقم؟ هو المفترض السكر التراكومي ده اللي هو نسبة السكر في الدم بيبقى من 4 إلى 14 الرقم أنا كدكتور عشان أقرر أن أنا أعمل زرعة لازم يبقى عندي رقم محدد أقل من الست أقل من الست هنا أقدر أقول إن السكر مظبوط وما فيش مشاكل وتمام ما فيش الزرعة ما فيش مشكلة لكن لو مريض السكر المتاعهم مش مظبوط بتبقى صعبة شوية دي أول حاجة يبقى مرض السكر الثاني حاجة المدخنين المدخنين برضو في مشاكل كتير جدا في عملية الزراعة لأن التدخين بيأثر على عظم بيأثر على أنسجة اللسم ثالث حاجة الأمراض المزمنة زي الروماتويد أمام ده برضو صعب إن أنا أعمله عمليت زراعة عظم عشان كسافة العظم نفسه بيبقى أولية المرضى اللي بتتعرض لعمليات إشعاع ربنا طبعا يعافي كل الناس الناس اللي عندها كنصر الناس اللي عندها بدء قرى الهيجيني يعني ما بينظفش سنانه كويس فهنا اللي سهي بفيه مشاكل وبالتالي برضو العظم يبفيه مشاكل السؤال ده حضرت جاوبت منه كتير جدا جنة من الجمهور كان فيه واحدة تسأل على والدها يعني كبير في السن وكان بتسأل لو ينفع لزراعة أسنان ومريض مريض وكبير في السن لو الحالة العامة الصحة العامة ليه تمام ما بيعنيش من أمراض مزمنة السكر كويس مضبوط لو فيه مشاكل في القلب لو بياخد دواء سيولة كل ده بتعمله كنترول يعني لو بياخد دواء سيولة لو مثلا عنده قلب فيه مشكلة في القلب وبياخد دواء سيولة تمام بنظبط دواء سيولة مع الدكتور القلب لو فيه مشاكل في الصمامات لو عامل دعمات كل ده بنعمل ريفير لطبيب القلب بنعمل كنترول للحالة ومانج للحالة تمام دي حاجة الحاجة التانية بنعمل الـ X-ray اللي هي الـ Combine إشاعة ثلاثية الأبعاد والإشاعة دي مهمة جداً في عملية الزراعة لأنها بتحبط شكل العظم وكسافته وطوله تمام كده واتجاهه كمان لو كل ده طالع مظبوط مفيش مشاكل خالص بنعمل له عملية زراعة طيب لو في الحاجات دي في مشاكل بقدر أنا أعمل كنترول أو ماناجمت إدارة للحال تمام كده وبناخد الحالة بالإجراءات المناسبة وبنعمل له الزراعة وما فيش مشكلة هل ممكن زراعة الأسنان تفشل؟ يمكن إحنا لسه برضه قايلين من شوية مريض سكر عنده سكر وعنده مشاكل في السكر وعمل تحليل سكر صايم وفاطر وأنا كدكتور مش مدرك يعني السكر أنت راكم أهميته في عملية الزراعة وعملت الزراعة ممكن بعد مثلاً كام شهر لأي الزرعة لأخلقت زرعة فشلت المداخل برضه نفس القص ممكن بعد ما أعمل الزراعة وما يهتمش والإجراءات اللي أنا قلت له وعملها ما عملهاش برضه الزراعة ممكن تفشل تمام كده؟ دي نقطة طيب في حاجة اسمها فشل مبكر وفشل متقد الفشل المبكر للزرعة ده يعني إيه؟ يعني أنا عملت الزرعة بعد ثلاث شهور لقيت الزرعة لأخلقت لأ تمام لقيت الزرعة لأخلقت تمام كده؟ طب الفشل المتأخر عملت الزرعة وحطتها والفشل المتأخر ده حصل بعد سنة تمام كده؟ أسباب كتير لفشل الزراعات بس برضو خلينا أقولك حاجة هو يمكن الجمعية الأمريكية لطب الفم والأسنان في 2018 قالت أن 95% من عمليات زراعة الأسنان نجحة فيه 5% بس الخمسة في المية بس دول اللي هو بيفشل فيهم عمليات الزراعة بنعمل لها منجمينت بنعمل لها دورة وكنترول للمشاكل الصحية تمام كده وبنعمل زراعة ما فيش مشكلة سؤال مهم جدا أنا عملت دلوقتي عمليات زراعة أزاي أحافظ عليها هذا سؤال مهم جدا لأن بعض الناس بتتعامل مع الزراعة كأنها خلاص أنا عملت الزراعة وخلاص كده مش عامل حاجة يبتفضل لقى مع طول العمر يعني لو كل حاجة مظبوطة وما فيش مشكلة تفضل معها طبع تمام كده لو أنا ما هتملتش بالزراعة يعني لو ما غسلتش أسناني لو ما استعملتش المبمضة لو الدينت الفلوس ما استعملتوش طيب أنا مدخن دخنت بشراها أنا مريض سكر ما قدرتش أحافظ على نسبة السكر بتاعتي كل ده يوصلنا على الحالة تفشل طيب لو عملنا بقى برضو أهم الإجراءات اللي برضو ممكن نتخذها أنا كطبيب لازم أعمل حاجة اسمها تريت من تبلان تريت من تبلان أنا أعمل خطة إزاي أحط الزراعة وإزاي الزراعة دي تنجح وتعب معايا مدى العمر تمام كده معانا مدخلة من أم صلاح من كفر الشيخ سلام عليكم وعليكم سلام اتفضلي حضرتك مانعها اتفضلي مع حضرتك اتفضلي مع حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم وانا تحتفل لنزيلة كتر في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون بحي شهداء أكتوبر شهداء حرب أكتوبر 73 وشهداء الوطن وحي الشهيد عبد جواد رزق عوديان من محافظة كفر الشيخ وحي الشهيد محمد السيد محمد أغو طالب من محافظة كفر الشيخ وحي جميع الشهداء وحي الكوات المسلحة والسؤال بالنسبة للدكتور سلام عليكم يا دكتور سلام وبركاته أهلا وسلام بحضرتك أنا عندي بنتي يا دكتور فول عباني وبطلع لها زوائد أسلام في بقه تمام طلع لها سنة من فوق تبا من يم سكفة حناكة تمام وطلع لها اللسة تبا مغاقية دساق تبا مألماها السؤال التاني لي أنا مريضة سكر وبالنسبة لعندي أنا لما أجي أطمض مدامة كده بحسي إنه لسه بكتب دامي مني تمام أنا عوزة تنفحني أعمل آه تمام وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك طيب أبدأ بالسؤال كي نجاوب السؤال سريع عشان الوقت الحلقة أو السؤال اللي بنتها اللي هي في قول عدادة الدرس يعني اللي مغتع لها السنة أو كم طيب هو مبدئيا قبل أي حاجة لازم تعمل X-ray لازم تعمل X-ray لإن في بعض الحالات في السن ده بتبقى فيه سنان أصلا لبنية تأخرت في الطلوع أمام؟ والسنان الدايمة لسه ما تلعيتش فلازم تعمل X-ray اسمها بانوراما X-ray بتاخد X-ray دي بتوديها للدكتور بيقاية من خلال لو فيه سنة مثلا هتتخلع في السن ده وفيه سنة جديدة هتطلع تمام ما فيش مشكلة بنخلع لها ما فيش مشاكل السؤال بقى الثاني ده أخيرا ليه هو مريضة سكر وبيجي الدم على فوق أي مريض سكر عنده مشاكل بيعاني من رايحة فم كريهة نسبة البكتيريا بتبقى عالية الليسة بتبقى ضعيفة تبقى أعمل إيه أستعمل أي مضمضة أي مضمضة أستعمل فيتامين C عشان أقو اللسة تمام كده صبح وليه الأخسل سناني أضبط سكر أنا بشكرك شكر حضرك جزي يا دكتور محمد صافر كامعانا الدكتور محمد صافر أخصى إجراحة الفم والأسنان اللي نورنا للتاني مرة بشكرككم كل مشاهدينا نشوفكم الحلقة الجاية في برنامجكم حدودة وطن